دولياً مشاهدين بدأ أكثر من 112 مليون ناخب روسية اليوم الجمعة التوافد على 94 ألف مركز اقتراع في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية التي تجري في سياق تقدم واضح بحسب استطلاعات الرأي للرئيس المنتهية ولايته فلاديمير بوتين بالإضافة إلى بوتين المرشح الأوفر حظاً لولاية خامسة تضم قائمة المرشحين ليونيد سلوتسكي من الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي ونيكولاي خاليتونوف من الحزب الشيوعي وكذلك فلاديسلاف دافانكوف من حزب الناس الجدد